مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غدت وإليك اشترك قلب اللوز المعجون وصفة سهلة بسيطة واقتصادية لا يوجد لبن لحليب لولو سنقوم بإذن الله وتجربوها وعينيك ممغمضين وش رح نحتاجه في وصفة اليوم على بركة الله رح نحتاجه أول حاجة يكون عندك السميد الأحرش لازم السميد أحرش خاص بقلب اللوز كما رحكم تشوفوه هذا هو سميد الخاص بقلب اللوز وكان ما يكون شوه مش رح يعطيكم نتيجة هذه أول حاجة ثاني حاجة هنا البلاتو هذا السنية تاعي اللي رح نختم فيه الطول والعرض تاعه 35 سنتيمتر يعني القياس اللي رح ندره لكم يجي في بلاتو 35 سنتيمتر وش درت؟ درت ربعة كيسان تاع سميد هذا كسميد الأحرش ضفت عليهم نصف كاس تاع زبدة الكاس اللي يرفض 220 مليلتر درت منه أربعة كيسان تاع سميد أحرش نصف كاس تاع زبدة تقدروا تستعملوا اسمن ولا الزيت ولكن اسمن يعطيكم نتيجة أفضل أنا هنا استعملت الزبدة برك ضفت عليه زوز كيسان تاع سكر يعني الكاس اللي يكون مليان مليح والكاس الثاني إذا حبيته مليان إذا حبيته ناقص شوية أنا دائماً ناقص منه شوية ندير الكاس اللي والمليان والكاس الثاني مش مليان ضفت عليه كيس تاع خمير تاع لفاني وملعقة صغيرة خمير للحلويات ملعقة صغيرة فقط كافية وهنا يا نفس الكاس درت فيه نصف كيس تاع ماء ونصف كيس تاع مازهر وراح نبلبي هذك القلب اللوز كي ما راكم تشوفو نصب هذك الماء ونخلط بشوي جميع المكونات مع بعضهم أنا هنا خدمتوا في البلاتو بعدها يعني ما جبت لقصعة لغيسيبيون اذا حبيتوا تستعملوا قصعة ولا تستعملوا غيسيبيون ولا حاجة تخدموا فيها لكم حرية الاختيار أنا هنا حبيت نخدمه هكا في البلاتو بعد يعني تعليه ليه المهم كي ما قلت لكم المكونات ربعة كيسان تاع سميد احرش نصف كاس تاع زبدة كاس تاع سكر مليان والكاس الثاني ناقص منه شوية وواحدة مغرف صغيرة خميرة الحلويات وكيس تاعفاني وكاس مزيج بين الماء والماظهر ونحطوا كامل مكونات على بعضهم إلا الماء هذا كان بقى ونصبوا فيه بشوية ونعجنوا في القلب اللوز بهادي التاريقة يعني هذا التاريقة تعقل باللوز دارت لكم التاريقة تعقل باللوز المعجون يعني مرشو هدك الاكسي براس لديره في الباتر ولا في الميكسر هذا تعجنيه بيدك بهدي التاريقة كي ما ركي تشوفي فيها نعجن فيه بكفوف يدية هاكي ما ركي تشوفي نعجن بشوية ونضيف هذك الماء والماظهر اللي قلت لكم ممازيج بين الماء والماظهر ونخلط يعني سمحولي شوية على هاد الحركة تليفون قاعد يتحرك وأنا يا متولهت لوج حتى نتفرجت لفيديو وباش تولهت يعني آسفة على ردقة التصوير المهم بقيت نعجن فيه بكفوف يدية كي ما ركي تشوفو هكا بكف نختم بيد واحدة نيا نعجن هكا بيد واحدة واليد التانية نحكم بها هذك البلاتو مهم تكملوا بهدي التاريقة لمدة خمس دقائق يعني متوتوش خمس دقائق يعني رح يكون واجد اما هاكم ماش رح يطول عليكم وساهل ماهل ودريه بعينيكم غمضين وبإذن الله رح ينجح نعاك من اول تجربة يعني تجربيه ورح ينجح نعاك بإذن الله تبعي الخطوات وتبعي النصائح فقط المهم هنا يا بعد ما عجنتم لي حفات تعليه خمس دقائق انا هنا رح نحشيه بشوية تعلوز وانتم ها اذا حبيتو تحشيوه اذا حبيتو لا تكي الاختيار اذا كنت يحتحشيه رح تقسمي هاد لابات اللي عندك هنا تقسميها على زوج وتبدأ القسمة اللولة هيكا تدريها في البلاتو تبسطيها مليح في هداك البلاتو بهذا الشكل بسطها مليح مليح ما تخافيش منه يعني بسطي بيدك عادي وانبعده كي بستطي مليح جبت هديك الكمية تعالوز كنت هنا يا اللوز هذا قليتو ورحيتو رحيتو هيك شوية وهو مجلي يعني يعطيك نتيجة مليحة كيكون مجلي في رغتو له هداك البلاتو هيكا الكمتيتي معلمة ليش كده هدرت انا درس برك يعني حطي بركي ما تحبي ماش لازم ديري القيس مهم تفرغيه كامل هيكا وتزيدي تحطي فوق منه هديك الليبقات الكمية تعقل باللوز الليبقات وهنا يا تحاولي ادريها بشوية هكا تمشيها بشوية باش ما تلتقلكش في هداك اللوز اللي حطيزي هكا تمشيها بشوية وبعد في الاخير وباش تولي تبسطيها هكا بهذا التريقة نحطو بشوية ونعدل حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي ونبسطها بيدي نبسطها مليح حتى يتغطى كامل كي ما راكي تشوفي بهذي التريقة ونبعد كي نبسطها وش راح ندير راح ندير لها خطوط ملفوق كي اللي قصيتها هيكا بدوك نديروهم هنا بعد ما عدلت لها الوجهة تحامليح راح ندير لها مسحت البلاتو بيانسوق لازم نمجحوه بس كيني خدمت فيه هنا مهم ونبعده نجيب الموس ونبدأ ندير لها في هدوك الخطوط ملفوق تقصيه كي ما تحبيه تقصي صغار ولا تقصي كبار بديت نقصيه هنا يا باعد الشكل المهم تكملي القصان تاعو كي من هيكا كي ما راكي تشوفي حتى نتكملي ونبعده هنا يا نرشق له حبات تعلوز من فوق حاكيا بهذه الطريقة فقط من بعدها ندهنو بالزبدة تدهنيه مليح بالزبدة كي ما راكي تشوفي دهنتو مليح بالزبدة وحطيتو طيب ملسحتي طيب مليح ونبعده زيدي طيب مليح من فوق حوالي ساعة وهو يطيب في الفرن كي ما راكي تشوفو هنا يا قلب له استعيره ودالي الاحمران هدك اللي حبتو يعني نحبو حمر بزاف تحبيه اختار شويا ما طيبه شمليح هنا يا نجيو ديريكت نصبو عليه هديك الشاربات الشاربات هنالي كنت خدمتها درت ربعة كيسان تعمى نعزوز كيسان تعمى سكر نعى شريحة على يمون وحطيتهم عشر دقايق في الفوق في يغليو كيفت عليهم عشر دقايق طفيت عليهم وجيت ثقيت بهم هذا القلب اللو ستاعي شوفي تحطي كامل الكمية ما تخافيش يعني حطي بشوية هو يشرب هو يشرب كي تشوفيه مشربش حطي برك الكمية وحطيه يدخل الفور والفور طافي وخليه ست سوايع وهو يتشرب منيح كي تروحي ليه راح تلقايها مشرب وتلقايها الطري وتلقاي النتيجة تعه هو لا اروع هديك الشاربات نسيت ما قلت لكمش درت ربعة كيسان تعمى وزوز كيسان تعمى سكر غلاو عشر دقايق وكي طاب حطيت عليهم فنجال تعمى ازهر فنجال صغير تعمى ازهر وهي المهم وهنايا بعد ما خليته ست سوايع قلب له استاعي وتشرب في راحتو وطرا في راحتو حطيت هولكم في تبقى التقديم وقصيته حطيته هنايا وكي ما راكم تشوفوه هنايا هاو حاكم روحوه وشوفو الحبة كيفه بانسير لازم نقصتلكم تشوفوها وتشوفو النتيجة كده معينيكم شوفو كيفاش تري يعني الصورة توضح لكم انه ناجح مياه بالمياه انه تري انه زاف بنين يعني يعطاني نتيجة ولا اروع وتوجديه في دقائق معدودة يعني ما يعطلك ما يحكم الوقت يعني الوقت تعه غير كي قعد يتشرب فقط ان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم ونقوم خفيفة ضرفة على قلوبكم ما تبخلوش عليها بجام واشتراك في القناة كيما انا ما ندخلش عليكم بالوصفات انتم ما ثاني ما تبخلوش عليها بجام واشتراك في القناة اشتركوا في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم